السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم ما تنسوش الاعجاب للفيديو ومشاركة الفيديو ولو انت مش مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل الجرس بحيث يوصلك كل ما هو جديد عن عن الطيور واستفسار عن الطيور وعلاج للطيور طبعا للطيور بالنسبة لاي طيور طبعا معايا النهاردة الفيديو الجديد طبعا معايا كنز جديد بالنسبة للكتاكيت وامهم طبعا شوفوا الام وحنية الام مع اولادها سبحان الله صلوا على رسول الله عليها افضل الصلاة والسلام طبعا الفرخة ديها ده ما حب مثلا يعني سبحان الله يعني دولة مش عائلة كلك بس ايه اه هي وفرخة كمان الاتنين كانوا مطلعين في وقت واحد فطبعا جمحتهم كلك وحطتهم تحت الفرخة ديها فسبحان الله الحنية حنية سبحانك يا ربي اه بسم الله ما شاء الله عليهم ربنا يبارك فيهم يا رب اه طبعا الفرخة ديها تم جمعهاهم طبعا لما حب يا رب كتاكيت وعايز حاجة تبقى تأسيسها كويس وكده بالنسبة لأأسس الكتاكوت تأسيس كويس اه طبعا الكتاكيت اللي قدامكو ديها تسايفهم معامهم بحيس اللي اتخليهم تعليمهم الاكل وتشبق واتدفيهم زيادة على اللازم احسن ما يسقعوا في الجو اللي هو البارد ده دلوقتي اه طبعا دوها دوك وبربرة برضو الفرخة ديها برضو مخلصة كترقد على بيض وقومتها اه لان البيت طلع مثلا كنباز في المطر وكده اه ودي برضو ديك وبربرة برضو مقفهم برضو مع بعض زي ما انتم شايفين فكل ديك مع فرخة زي ما انتم شايفين بحيس اه يبقى مختلفين في الدم والجناب بتاعهم ازاي الجناب ده دم وده دم يعني ديت حاجة ودي حاجة فبالنسبة مسلا لما اجي اركبهم اركب ولاد ديت على الفرخة التانية يبقى دمهم مختلف يجبوا معايا احجام كويسة ما يبقوش احسن ما يكونوا اخواته الكلام ده اه طبعا ديت الفراخ اللي هي الزينة اللي هي البرهمة اللي هي العمالقة طبعا الفراخ ديت شكلها بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ربنا يبارك حاجة بسم الله ما شاء الله عليهم اه ديت اسمها فراخ زينة الفراخ اللي هي العمالقة اه اسمها براهمة عمالقة اه طبعا بسم الله ما شاء الله تيجي ببص للسروال اللي هو الريش في اللي هو في الصوابع واللي في الرجل ده اه منظرهم بسم الله ما شاء الله حاجة كويسة طبعا بسيبهم برة يشمسهم والجو شمسه والكلام ده بحيس لما الفرخة ببيض تبدأ كالكالسام بتاع البيض وكده يبقى حاجة كويسة جسمهم داخله كالسام وكده اه اه طبعا زي ما بقول لكم في الكاتاكيب بحب أسس الكاتكوت تأسيس كويس وهو مع أمه اه بابدأ أكله عليقة اللي هو العلف اللي هو العلف اللي هو الوسط اللي هو اه اللي هو واحد وعشرين في المية طبعا فيه بروتين زي كويس واحسن اللي هو العلف اللي هو الناهي بابدأ أجيب العلف ده هو اه على مثلا على فول اللي هو الفول بتاعنا اللي هو الفول المدمس اه مع بس لقلوهم بيض اه احسن من اي فيتامينات يعني ما بديلهمش فيتامينات مثلا اللي هو ايه اه اخلوهم يتأثر معهم بعد كده لما يكبروا يبقى نفسهم مش كويس يبقى عندهم شخطة في في النفس فطبعا بالنسبة اللي عليها بالفعل اللي هي الناهي ده العلف اللي هو الناهي العلف ده طبعا بينفق الفرخزة الفراخ البيضاء كده ما بتقدرش اللي هي تتنفس وتبقى عندها شخطة على طول كده اه اه ايه تسلق له بيض اه مع فول مع علف اه وسط ده بصراحة احلى احلى حاجة في الفيتامينات وتبدأ برضو القشر بتاع البيض ما تلقحوهش يعني القشر بتاع البيض ضوط لما بتسلق البيض والقشر بتاعه ما تلقحوه لان فيه فوائد للكلسم بالنسبة للطيور دي هات فيه فوائد جميلة جدا للكاتاكيت بابدأ اجيبها وابدأ احطها مسلا في بدلة اه يعني بدلة اللي هي الطاصة بابدأ احط فيها القشر ده وحطه مسلا في الفرن يبدأ اللي هو اتحمص ويبدأ اللي هو ايه ابدأ المسلا لما ابدأ اضربه في الكبه الكبه اللي هي بتاع الخلاط يبدأ اللي هو ينطحن فبابدأ اللي انا اطحنه مع فصيتهم وابدأ اجيب مع العلف اللي هو العلف اللي هو الوسط ده ابدأ اللي انا احطه معاه وابدأ اجيب لهم بيضة مسلا اسلقها وابدأ افرقها عليهم وابدأ اكلها للفراغ ففيه كلسم بالنسبة للقشر يعني انا باستخدم القشر واستخدم البيضة نفسها كمان فده بالنسبة لك لما تبدأ اللي انت تأسس الكاتكوت تأسيس صح هتلاقي مثلا يبقى ايه طالح تأسيس بسم الله ما شاء الله حاجة كويس ونفسه كوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسونيش بالاعجاب